الله لا سبحك بالخير انت يا اسماعيل اهنية شو عملت انت سبع عاشرة ثلاثة وعشرين انت كل شمعتك شايف انت حمار ابن حمار شو عملتو والله دخلتو ع اسرائيل دخلتو ع الكيبوتيم جنب غزة دبحتو ناس واطفال وعيال النا يمين بالدخوتهم انت انتو حركة حماس صرتو داعش فيش فرق بناتكم وبن داعش كانت حفلة الشباب والصبايا بوركسوا مبسوطين بالصباح انتو دخلتو مع التندراتة بعدكم كتلتو متين وستين واحد اللي بوركسوا بوركسوا بالحفلة وانت علمت هذا وان هذا مكتوب الاسلام وان هذا من وان جبت انت انت جبت من عند داعش اندخلوا ع الكيبوتيم حوالة غزة ودبحتو اطفال وهما النايمين بتاخدهم عيال كاملة هيك دبحتوهم سحبتو ختيارة هيك عمره تسعين سنة تسعين سنة تاخدوها وهي في النافس يعني في البيت هيك خطفتو اطفال خطفتو ختيارية خطفتو كل اشي سركتو كل اشي وانت علمتو هذا في الايام الجهلية ما كان اشي زي هذا وش رو يحسير بعدين فكروا عن المستقبل يعني انتو خطفتو واحدة اسمها فيفيان من كبوتس بقرية هاي فيفيان هي بالحركة سلام هي بتجيب اولاد من غزة بتخدو مع المستشفيات في اسرائيل يتعلجوا غادة انتو خطفتوها وضبحتوا كل عيلتها يعني هي اليهودية هاي بتساعد اولاد غزة وانت شو تساعدت اولاد غزة انت اسماعيلانية انتو حركة حماس ايش جبتو للحركة للغزة ايش بتقولهم حرب كتل دمر موت انتو صرتو يعني الحمار احسن منك مليون مرة ولا احسن منكم حركة حماس مليون مرة والله مش فاهم شو راح يصير بالمستقبل شو فكرتو يعني بدل ما كل المصرياتكم اللي بتجيبو من خليد تشحد وهيك من اوروبا احنا بدنا مصاري بدنا بدنا شو عملت مع المصاري بنيت دباي في الغزة بنيت سنجابورة شو سويت ولا ايش بس اشترت اصلحة وجبت دمار وحرب وكل ايش على اهل غزة يعني اليهودية هاي بتساعد اولاد غزة بالمستشفيات في اسرائيل وانت بايش استاعدت اولاد غزة اخرى شوية جيش راح يجي وغزة راح راح تبين يعني زي حمص في السورية ايش فكرت انت شو شو ساعدت العالم العالم الحين كله شاف العالم شاف من اهدول حركة حماس والغزة زي تعين داعش باكتلوا ادفال باكتلوا انساء باكتلوا ختيارية باكتلوا شو عملت والله مش فاهم انت حمار والله الحمار احسن منك بليون مرة ويبع عليكم وعيب انتو سويتوا عيب وبهد الكل العالم العربي والكل العالم الاوروبي وانتو تصرفتوا والله ازاي حيوانات اكتر من حيوانات وانت كل مصرياتك انت والجماعتك والزعمة الخماس كاعدين وان كاعدين بالخليج بالهوتلات والشعب شو شو الشعب راح يوكل خارة والله راح يوكل خارة الحين الشغيل اللي من غزة اللي بشتغلوا في اسرائيل شو راح يحسر معهم الحينة شو حسب رأيكم المشغل الاسرائيلي اللي بده الشغلة من غزة ولا مرة هادا كوسة هاي انتهت كسف كل غزة كسف والمية والكهربا وكل شغلاتها دولة من من بتجيب هنا غزة من وين من المية والكهربا والسولار من اسرائيل طيب اسرائيل بتجيب لك المية والكل اشي وانت بتقتل مواتنين اسرائيلي يعني وين موخك وين عكلك الاحيين تسكروا كل اشي لم ينسكروا للزعمة حماس اللي سكنين بالخليج بالهوتلات لأ الشعبك 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 المسكين الله لا سبحكم بالخير انتو حركة حماس بحيس انه ما بيصير اي اشي بالمستقبل ولا مستشفيات ولا بطيخ بحكو لكم بدكم اشي روح اطلبوا من مصر ومش عارف من وين عشان حركة حماس اللي جابت دمارة على كتا يغزة عايب عليكم